موسيقى 40 عاما مضت على استرجاع المغربي لصحرائه 40 عاما من البناء والتعمير والتشييد مرحلة مضت بإيجابيتها وسلبيتها والمستقبل حاسم وأكثر أهمية للمواطن والصحراء ككل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وخطاب عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس في ذكر الأربعين للمسيرة الخضراء جاء حاسما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمنطقة كلها حسم الأمر الصحراء في المغرب والمغرب ماض في البناء لمن أراد أن يركب السفينة فمرحبا به ومن غذرها فلا يلومن إلا نفسها الصحراء المغربية تتطلع إلى عشرية حافلة مشاريع تنموية واقتصادية ضخمة والصحراء في ذرف العشر سنوات والخمسة عشر سنة المقبلة تتطلع إلى القفص بين مصاف المدن المغربية الكبرى والمتطورة هي فعلا اليوم مدن وصحراء تجاوزت كثيرا من مدن الشمال وبهذا الاهتمام وتنزيل المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية والجهوية الموسعة التي تبدأ من هنا في الصحراء فالأمل كبير في غد أفضل للأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية أهلا بكم من العاصمة أهلا بكم من العاصمة وهذه الحلقة الجديدة التي نقدمها لكم من هنا بمدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء وزيارة ملكية للأقاليم الجنوبية في حلقة هذا اليوم نتحدث عن تنمية الأقاليم الجنوبية وننهل مما جاء في الخطابية الملكي لذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ونفصل في المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية في شق معين من خلال تخصص طيفنا لهذا المساء من العاصمة اليوم معنا عزيز الباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك مساء الخير ومحبابك معنا من العاصمة مساء الخير وتحية طيبة ويشرفني أن أكون معكم وأن أساهم في هذه المسيرة شكرا لك على تواصلك وعلى قبول الدعوة وعلى صبرك علينا مرحبا في هذه الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية أريد أن نتحدث معك عن تنمية الأقاليم الجنوبية ووزارتك فيها كما لو أنها ثلاث وزارات وقطعات كلها حيوية تحدث عن النقل عن التجهيز وعن اللوجيستيك لكن قبل هذا أخذ من عندك تعليق على الذكرى الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء كل الأنظار تتجه لمدينة العيون والأقاليم الجنوبية والمغرب على ما يبدو اتخذ قراره الحاسم والنهائي من أجل بناء الصحراء والموضي قدما دون انتظار أطراف أخرى لحل هذا النزاع لأنه تم تعرقلت هذه المشكلة طيلة أربعين عاماً هل فعلاً حسم الأمر والمغرب يتقدم دون رجعة في بناء الصحراء بسرعة قصوى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على هذه الدعوة الطيبة أنا أعتقد المسير الخضراء في حد ذاتها كان قرار نهائي منذ أربعين سنة بأن المغرب يسترجع صحراءه لكن أكيد أنه طوال أربعين سنة كانت هناك مناوشات كان هناك خصومات مع الأسف الشديد افتجاه وحدتنا الترابية لكن ذلك لم يمنع المغرب الحمد لله أنه يقوم بما يجب أن يقوم به في صحرائه دعني أقول بإيجاز وأنا أتجول أن أزور دائماً مدن الصحراء والأقاليم الصحراوية دعني أقول بأنه يمكن أن أقول مع بعض المدن حتى داخل الوطن ليست هناك مقارنة عندما تنظر إلى ما في الحيون الحمد لله هناك تقدم رائع جداً فأربعين سنة من البناء الوحدوي أربعين سنة من البناء التنموي أربعين سنة من محاولة أن نفهم العالم بأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربه الحمد لله سنعتقد بأنه الآن القرار هو أن ننتقل إلى مستوى آخر يعني القرار هو أن ننتقل إلى مستوى الآخر وجاء ذلك في خطاب جلالة الملك كان خطاباً واضحاً على أنه الفصل مع مرحلة سابقة مرحلة سابقة يعني وأن ندخل إلى مرحلة جديدة وإلى مسيرة تانية هذه المرحلة الجديدة قرار نهائي لا رجعتها فيه لا يمكن أن ننتظر لا يمكن أن نستعمل نفس الوسائل لا يمكن أن تكون تنمية في حدها الأدنى لا بد أن تكون في حدها يعني في سقفها الأعلى لا بد أن ينخرط الجامع في هذه التنمية وفق مقاربة مندمجة جميع يجب أن يتدخل وأكثر من ذلك أن خصوم وحدتنا الترابية يعني نتحدهم بما تحقق في أربعين سنة ولكن نتحدهم أيضاً فيما سيتحقق إن شاء الله في عشر سنوات المقبلة وأكثر من ذلك لكن هناك ما هو مهم أعتقد لا بد من الإشارة إليه كانت هناك رسالة واضحة إلى أبناء الصحراء اليوم دعني أقول وممكن أن نرجع ذلك في الحوار أنه اليوم الدولة تأتي ببرنامج تنموي كبير جداً فيما هو سياسي حقوقي ما هو اجتماعي ما هو اقتصادي ما هو تواصلي إلى غير ذلك ولكن هذا بدون نخبة يعني أقوله هذا التحدي المطلوب أمام أبناء الصحراء وأمام الشعب المغرب بدون نخبة نخبة سياسية في المستوى تقطع مع الريع السياسي نخبة اقتصادية في المستوى تقطع مع الريع الاقتصادي نخبة اجتماعية في المستوى تقطع مع الريع الاجتماعي نخبة متقفة تقطع مع الرئة التقافي وأعتقد بأن الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدة أنهم يفهمون هذا الكلام بأنه حان الوقت بأن أبناء الصحراء كما عرف عنهم من قيمهم عبر الطاريخ ونالي جذور أنهم يعتمدون على التحدي يتحدون الطبيعة يتحدون الرمال يتحدون العواصف ويبنون يعني مستقبلهم بأيديهم ونعتقد بأنه هذه رسالة يعني رسائل متعددة إلى الخارج إلى الداخل إلى الفاعلين من خلال كما قلنا هذا المشروع التنموي الجديد وما نصطلح عليه بجيل جديد من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية طيب سأعود معك لمجال تخصصك الوزاري لأنه هناك أشياء مهمة في المخطط التنموي لها علاقة مباشرة بوزارتك وحتى الخطاب الملكي مباشرة بعد التمهيد تحدث عن مشاريع في مجال تخصصك بشكل مباشر لكن أنا أعود لخطاب الملك في الذكرى الأربعي للمسير الخضراء تحدث عن قطيعة مع الماضي وقال تحديدا بأن المغرب يريد إجراء قطيعة حقيقية مع الأسلوب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات وضعف المبادرة الخاصة وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري كيف ستكون المرحلة المقبلة وهل الأقاليم الجانوبية جاهزة للمرحلة الجديدة بعدما تعودت طريقة معينة طيلة أربعين سنة سفد منها وظلم فيها من ظلم لا نعتقد بأنه هذا خطاب جلالة الملك هذا خطاب وزير ولا خطاب زعيم سياسي هذا خطاب رئيس الدولة هذا خطاب أمير المؤمنين يتوجه فيه بهذا الوضوح إلى جميع أبناء الوطن ولا أعتقد إلا أن يلتقطه الجميع أربعون سنة كان هناك أسلوب تنموي معين أسلوب تنموي معين له ما له وعليه ما عليك كما جاء في مقدمتكم له إيجابيات وله سلبيات من الإيجابيات أن اليوم المدن في الصحراء يمكن أن تكون من أفضل المدن حتى في إفريقيا خلنا نقول حتى في أكثر من دولة عربية لكن هناك سلبيات هناك سلبيات هو التي أشار إليها خطاب جلالة الملك النصر عندما كان لابد أن نقر بقطيع لن أتحدث عن القطيع في الدبلوماسية في علاقتنا مع خصومنا يعني ومع الآخرين أكيد أن الخطاب كان واضح وأنه كان صريح وأنه كان صادم وأنه كان متحدي وأنه كان مصر لأنه انتهى الموضوع يعني خلينا نقولها بالدرجة بغوش يحشمه حرام شيء اللي واقع وبالتالي عين من مد في الدينة عين من قلوا واحد نهار سينتبه الجميع واحد نهار يعني بعد أربعين سنة أعتقد يعني وصلنا للماتيوريتي من خلال الآن سندخل له مرحلة جديدة فيما يتعلق بالجانب التنموي أعتقد خلينا نكون صراحة أنه الولاء اليوم مبني على الديمقراطي وعلى التنمية يعني إما أنت مغربي أو غير مغربي هذه هذه النقطة الأولى يعني الحمد لله المغربي مفتوح لأبنائه إلا من أبى كما جاء واضحا الأمر الثاني هو أنه لا يمكن أن يكون البناء التنموي بلسستانا يعني فقط لا بد أن يكون البناء التنموي مبني على التنافسية العالم اليوم لا ينتظر الدول التي لا تبادر المجموعة التي لا تبادر الجهات التي لا تبادر الفاعل الذي لا يبادر إذن لا بد من أن ننتقل إلى مرحلة ثانية مبنية على التنافسية مبنية على إحياء القيم لأبناء الصحراء كما قلنا مرحلة أخرى مبنية على المغامرة ومبنية على البحث عن الرزق ومبنية على التحدي أنه المرحلة الحالية أن ننتقل من دولة المركز التي تقول كل جهة خاصة وكتدير للأسستانة وكتعاونها إلى الدولة المركز كتدير المخطط الكبير ولكن إلى الجهات التي عندها تصور وعندها برنامج ولكن أيضا عندها فاعلون كما قلت سياسون اقتصاديون ومجتمع مدني ومتقافون إلى وفاعلية متعددة بشيم كلهم يساموا في العملية التنموية ثم أيضا أنه لا سنضعها في برامج عائدها سيكون كبير كما لاحظتم عندما تنظر إلى حجم البرامج نتحدث على 10 سنوات تقريبا 77 مليار بمعدل تمنيات المليار ديال الدرهم في السنة لا يقدرنا حتى كان مليحة أن نجزوها تمنيات المليار في السنة ذلك هذا واحد تحدي حتى على الإدارة سواء كانت مركزية أو كانت جهوية تمنيات ديال المليار فمعنى آخر منك تشوف أنه في حد العدد ديال المجالات التي تخلق القيمة الموضافة ولكن تخلقوا أيضا فرق الشغل لأنها داك بطبع الحال هذا الفرق الشغل اللي من قد تعطيها الأبناء ديال الصحراء اللي موجودين في الصحراء ولكن خلصا وجدهم لذلك كانت تعليم وكانت الجامعة وكانت تعليم التكني وكانت تكوين وكانت تشجيع المبادرة الخاصة إلى غير ذلك ولذلك نعتقد بأنه اليوم المسؤولية لدى الحكومة لدى الوزارات باش يمكن لهم هاد البرامج يشرفوا عليها ويواكبوها باش تنزز في هاتفترة اللي وقع فيها الالتزام المسؤولية باش ينقلوه واحد العدد ديال الصلاحيات إلى الجهات باش تقوم بالدور دياله هاتش على شك أن توقيع من طرف المنتخبين ديالجهات ومن طرف السادة الولاد ثم المسؤولية عند الفاعل المحلي دعني أقول لك من رجال ونساء الأعمال من رجال ونساء المجتمع المدني من رجال ونساء التقافة يعني لما كانت حد المبادرة الخاصة يعني ولي ذلك أنا أعتقد هذا هو هذا هو المطلوب فإذن هذا القطع هذا معناه أنه قتش للسيستانة هذا معناه بأنه اليوم ها هي برامج واضحة الجميع سيستفيد منها وهذا البرامج هذه لا شك أنها ستغري أكثر من مستثمر ستغري المستثمر من أبناء الصحراء الآن اللي عندهم الفلسات يخرجوها باش يدمجوها في الحركية الاقتصادية سواء كانت ستغري المغاربة المستثمرين باش يجيو ستتمر في الصحراء أكثر كين ستتمرت ستغري البنوك باش يتطور الوجود ديالها يعني البنوك المغربية باش يتطور الوجود ديالها على المستوى الأقاليم الصحراوية وستغري بطبع حال المستثمر الدولي لأنه يرى أمامه يعني فضاءة كبرى يعني دعني أقولك يعني أنا يعني أعجبت وبطبع تحجيلة المالك لا يتخذ إلا قرار هو أنه كان ممكن أنه يكون لعرض ديالوزير الداخلية وديالوزير المالية يعني وتصنع للتوقعات وبعد ذلك نمشي ونديره تقديم فليبطانو يعني ديال المشاريع لكن ارتاء نظر جلالة المالك على أن ديال المشاريع أن تقدم أمام العالم لأن من يكون فليبطانو يعني يمكنك تدير لقاطات ويشوفها البعض جلالة المالك زائد بعض الوزراء وبعض شخصيات لكن اليوم رأى أهل عالم رأى العالم بأن الأمور التي أتت بها الدولة المغربية وجللت المالك على رأسها وأنه جاء بمشاريع حقيقية وأنه الذين قدموا المشاريع أشهد عليهم كل الحضور وكل العالم بشيقوموا بها في أحسن الظروف وفق الشركة التي أشرت إليها ونقل كما قلنا هذه الاختصاصات من المركز إلى الجهات وتحمل النخبة المحلية لمسؤوليتها يعني التاريخية طيب هذا كلام جميل كتوطئة ويقول أن المستقبل سيكون مثالي لكن فرق كبير بين ما هو على الورق والتنزيل دائماً لا تكون هناك صعوبات في الميدان نتمنى أن نتجاوزها ويكون حسن التدبير دعني أقول جلالك الملك وانا من خلال جربتي في الحكومة لأربع سنوات أولاً لا يقبل أن يقدم له مشروع فقط نظري إذا لم يكن مشروع دراسته مجدد وهذه الإيجابية في المخطر ليس فقط في الجنوب أنا أتحدث عن الوطن بكامله صحيح فما بالك إذا تعلق الأمر بصحرائنا التي فيها تحدي الكبير وتنتقل إلى مستوى تاني وفيها القطيع والتحدي فلا يمكن أن يقبل أن تكون الأمور نظرياً نتفق أنه دمان نجاح المخطط التنموي هو في رئاسة المباشرة والفعلية لجلالة الملك حتى لا تكون هناك مشاكل لكن في نهاية المطاف الميدان عنده صعوبات قد تكون مفهومة في بعض الأحيان في أحيان أخرى لا من خلال هذه التوطئة أقولك أن الأمور تبدو إيجابية وجميلة وكما قلت الآن واجأ في الخطاب الملكي المغرب الآن وصل إلى مرحلة النوج سياسياً واقتصادياً وحتى في فلسفة التعامل مع الأقالم الجنوبية ومع تدبير المغرب ككل من خلال الجهات فجاء الإعلان على المخطط التنموي للأقالم الجنوبية في الخطاب الملكي بشكل مباشر يعني بعد التحية والسلام بعد وضع الأمور في سياقها العام الإعلان على المخطط التنموي للأقالم الجنوبية سؤال سريع هنا قبل أن نفصل فيه المخطط التنموي للأقالم الجنوبية هل تأخر عن موعده؟ يأتي في الوقت المناسب؟ أم حتى قبل وقته المفاوض أن يكون بحسب الوضع العام في المنطقة لا أنا أعتقد لا يمكن أن يكون لم تأخر ولا متقدم لأنه كما قلنا مرة أخرى هذا مخطط أطلقه صاحب الجلالة هذا هو وقته هذا هو وقته لكن هذا المخطط كان يحضر له منذ زمن لا يجب أن ننسى بأن المجلس الاجتماعي والاقتصادي البيئي منذ زمن وهو يشتغل على هذا الموضوع واحد العدد الوزارات كانت تشتغل ماذا يمكن أن تقدم للأقاليم الصحراوية فبطبع الحال هناك مشاريع في الصحراء كان من الممكن أن تكون زيارة ملكية وأن تدشن مجموعة من المشاريع لكن ارتأى نظر صاحب الجلالة أن تكون الزيارة إلى الصحراء أولا لمناسبة شرط أربعين سنة بعد المسيرة الخضراء إذن حتى الزمان له قيمته ثانيا أن يطلق برنامجا طموحا ليس فقط تدشينات وحد مجموعة المشاريع جلالة الملكية يزور كثير من الجهات ويطلق مشاريع ويدشين مشاريع كان ممكن أن تكون زيارة بهذا لكن اليوم أمام أربعين سنة ثم إطلاق مشروع تنموي فنعتقد هذا هو زمانه بعدما كل الشروط أعتقد أنها متوفرة لأن شروط أولا للإنسجام بين جميع الفاعلين أنها متوفرة بعد الانتخابات الجهوية وتحمل جهة لمسؤوليتها وأن الحكومة أيضا جاهزة والقطعات الحكومية جاهزة الشرط الثاني هو أنه كي ينوضوح تام في هذه البرامج لا لحظة لما تحدث صاحب الجلالة على السكة الحديدية ما ضحش في البرنامج جهة عشر سنوات تحدث فيها على أفاق دي المستقبل بمعنى إشارة على أنه ننزل هذا البرنامج جهة عشر سنوات ولكن نبدأ التفكير ونبدأ الدراسات بالنسبة للسكة الحديدية بمعنى كالممكن نقول حتى السكة الحديدية ولكن هذا جلالة الملك ملك البلاد هذا التزام هذا وعد فإذا قال هذه العشر سنوات ماذا سنقوم يعني ما هي الأعمال وما هو المخطط ولكن سنفتح أفاق أكثر رحابة سكة الحديدية وغيرها من الأمور لكن أيضا توفير الاعتمادات المالية أنتم تعلمون الآن بأنها تكون اعتمادات المالية عن الجهات أنها اعتمادات المالية موجودة عن بعض القطاعة الوزارية ثم أيضا تحديد الزمن بعد التشاور مع الوزارة تحديد الزمن وتحديد التزامات للكل وزارة أنا كنظر بأن هذا هو وقته وهذا هو زمانه وهنيئة لإخواننا في جهات الأقاليم بأن بدأت الجهوية عندهم بهذا المخطط الكبير وأنا أعتقد أنه كثير من الجهات ستلهم جهات المملكة كل أن رؤساء الجهات يفكرون ماذا يعدون مع الحكومة من برامج لقدم الجلالة الملك خاصة في الجهات الجديدة التي لها خصوصيات ليس بالضرر كخصوصيات الجهات السحراوية ولكن لها خصوصيات تنموية خاصة وتحتاج إلى هذه الرعاية من جلالة الملك طيب هناك تقريب ميزانية 20 مليار درهم ميزانية الجهات السحراوية الثلاث الملك تحدث عن هذه المسألة تنمية الأقاليم الجنوبية القطع مع اقتصاد أريع مخطط تنموي موارد مالية لكنه ربطه بشيء مهم جدا هو بالعنصر البشري ونجل والمرأة في الصحراء فقال بأن الصحراويين معرفون منذ القدم ولا يرمي ورود هنا بل هي حقيقة على الصحراء أنهم كانوا معروفين من دائما أنهم رجال تجارة وعلم الأمية أقل نسبة لموجودة في الأقاليم الجنوبية والتجارة نشيطة أيضا ويمكن تطويرها في المستقبل مع أوروبا ومع أفريقيا من خلال هذا المشاريع أنهم يعيشون من جهدهم لا ينتظرون مساعدات إنسانية لهم كرامة لهم عزة النفس رغم قصاوة الضغف فهذه دعوة هنا للساكنة للانخراط في العمل التشمير على السواعد وعدم انتظار امتيازات والمساعدات إنسانية كما كان ربما في الماضي في إطار اقتصاد الريع الذي يقطع معه المغرب اليوم أنتم داخل الحكومة ما هي خطتكم من أجل إدماج الساكنة والمواطنين في الأقاليم الجنوبية لتغيير نمط العيش والتحول إلى سكان منتجين حيويين باحثين عن فرص شغل عن استثمارات ربما خاصة عن مبادرات خاصة يعني تغيير فلسفة الحياة التي ضلت في المرحلة المقبلة أولاً أريد أن أرجع إلى أمرين أساسياً لما عرض المخطط كانت هناك جوجة الإشارة قوية الإشارة الأولى وهي حكامة هذا المخطط يعني حسن تنزيل هذا المخطط من حيث تخطيط من حيث تنزيل المشاريع دياله من حيث المتابعة من حيث المراقبة من حيث احترام الزمن بالنسبة لهذه المشاريع من حيث أيضاً تقييمه والأطار دياله الاجتماعية على المنطقة فإذا موضوع الحكامة هذا شيء أعتقد كانت الإشارة إليه واضحة سواء كانت في خطاب جلالة الملك وهو أساسي أو كانت في تقديمات التي حصلت من طرف جميع الوزراء موضوع الحكامة وفيه أيضاً انسجام بين كل الفاعلين لأنه مش كل واحد سيجر من جهته وبالتالي لا هذه موضوع الحكامة أعتقد هذا موضوع وبالتالي لا بد أنه يكون عنده واحد المتابعة لا بد أن يكون تنصيق مستمر بين جميع المتدخلين لا بد أن كل وزارة أن نغذر جهد كما أشرت سابقاً بأنه وزارة جهز غذر هيئة مستقلة يعني مركزية وجهوية لمتابعة هذه البرامج وهذه المخطط فإذن نحن ماشي نفذ الاتجاه الأمر الثاني التي تمت الإشارة إليه لا يمكن أن يقع ذلك بدون العامل البشري في الصحران لأنها تشعيش ديرينه لماذا هذا المخطط من أجل المواقع؟ الأرض مكسوبة الحمد لله الوحدة الترابية مكسوبة الحمد لله الخيرات موجودة لكن من أجل ماذا كل ذلك؟ من أجل الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل وكرمه وجعله خليفة في الأرض وهالإنسان فاليوم ننتقل إلى مرحلة ثانية الولاء موجود ولكن الآن ولاء القلوب ثم انخراط العامل البشري في هذه الحركة فإذن هذه المشاريع من أجل الإنسان الصحران الموجود في الصحران ولكن أيضاً من أجل مساهمة الإنسان الصحران فأنا أعتقد هذا شيء مهم وأساسي كأنا أعتقد لما تمت الإشارة خليناً لما سهلتنا للحكومة أولاً الموضوع ديال التعليم فلابد يكون هنا تكوين للكفاءات تنطلق بش يدخلوا في الحركة الاقتصادية لأنه من اللي غدير صناعتنا من اللي غدير تتميل الفصفات من اللي غدير تتميل الفلاحة من اللي غدير السياحة من اللي غدير واحد المشاريع متعددة يعني شكوناً غدير تشغل غدير تكون مضطر لأننا نتغذير هذه المشاريع فلما كانش موجود العامل البشري موجود هنا في السحر قد ترجيبهم من وسط البلد وقد نضطر أن نأتي بهم من خارج البلد فإذاً لابد أن نعد العامل البشري ثم أيضاً من خلال الجامعة التي تكنوبول والجامعة التي تطلق بمعنى أن تكون كفاءة عالية جداً لأن هذه مرأة بجميشة فقط تقنية هذه برامج تحتاج إلى الهندسة تحتاج إلى التخطيط تحتاج إلى البعد المالي يعني التحليل المالي هذا البرنامج أشار إلى محور أساسي والمحور التقافة الحسانية التقافة الحسانية ليست مظاهر عندنا وحد البناء سنصبغوها ولا وحد الخيم سنعود نزينوها لا التقافة الحسانية بما تحمل من قيم ومن هذه القيم التي أشار إليها خطاب جلال الملك أنه قيم ديال الصمود والقيم ديال التحدي والقيم ديال العمل والقيم ديال المساهمة فإذا وقعت حركية تقافية لإعادة إنتاج هذه القيم التي هي موجودة عندنا وإبرازها وإذا وقعت كوي الفاعل البشري لغاية سام أنا أعتقد أنها توقع وحد ديناميكية كبيرة جدا وأنا متأكد بأنه إن شاء الله الفاعل العامي البشري المستوى سيكون حاسم في المرحلة المقبلة طيب يعني الخطة والمخطة التنموي يتم بالعنصر البشري بالتقافة المحلية بالمناخ والجغرافية بالأهداف والطموحات طيب قطعي نتحدث معك الآن وأنت من أهم وأبرز الفاعلين في المرحلة المقبلة من خلال مجال تخصصك ووزارة مهمة وثقيلة في المغرب ككل كما في الأقاليم الجنوبية تجهيز النقل واللوجيستيك وهذه القطاعات الثلاثة هي أساسية في المرحلة المقبلة في الجنوب إن كان على مستوى اللوجيستيك أو نقل أو أيضا التجهيز بماذا يلتزم عزيز الرباح وزيمنا اليوم في الحكومة المغربية أمام المواطنين ككل في المغرب وفي الصحراء خصوصا لتنفيذ هذه البرامج أولا أريد أن أوضح ما أنا إلا عابر سبيل يعني مهما طالت المدة في الحكومة عابر سبيل لا هذه لا بد أن نوضح البلاد دينا الحمد لله يعني أكرمها الله بأنها تصلح في إطار الاستمرارية وتصلح في إطار الاستقرار معناه هذا أنه قد تتغير الأحزاب التي تكون في الحكومات وقد يتغير الوزراء لكن الاختيارات هي الاختيارات والأولوية هي الأولويات والالتزامات هي الالتزامات أنا أريد هذا الأمر أن يكون واضحا بمعنى أن الاختيارات لا تتغير بين عشية وضوحها وأن الأولويات لا تتغير بين عشية وضوحها وأن الالتزامات لا تتغير بين عشية وضوحها قد يغاد نوع الحكامة تجويد تحسين إضافة إلى غير ذلك لكن الاختيارات اختيارات استمرارية المرامج يعني الدولة وعلى رأسها جلالة الملك هذه الاختيارات محددة الأولويات الأولويات إلا إذا وقعت تحولات كبيرة والبلد دينا غير معروف بالتحولات لعندها منطق القطيع عندها تحولت لكنها تحولت في إطار الاستمراري. ثم قضية الالتزامات لزنغاجمون. الالتزامات هي التزامات. فلذلك أنا أعتقد أنه في المدة التي بقيت في هذه الحكومة هذه السنة. إذا قدر الله أن نستمر إلى نهاية هذه الولاية. سنحرص كل الحرص على أن ننزل هذا المشروع. منطقتنا في الصحراء. لو صرتنا أنك ما زال لولاية تانية. منطقتنا في الصحراء تستحق التزامنا أمام جلالة الملك. التزام كبير جدا وأمام شعبنا كبير جدا. فإذا قدر الله أن نستمر إن شاء الله سنستمر لكي ننجز في المدة. إذا وقعت بعض الإشكالات تقع أحيانا. يعني كيكون برنامج يعلن. لكن كتقع أحيانا كنت أخروا بعض الشيء أو كنت قدموا بعض الشيء. نظرا كين إشكالات النزع الملكية؟ ربما أحيانا طرف أو من الأطراف لا يلتزم. ولكن عموما يعني خليني نقول يقع الالتزام ويقع التنفيذ لأنه ذويس. أما إذا تعلق الأمر خليني نقول لك بأنه التزام من جلالة الملك. يعني رأي قلتها في البداية. هذا ليس التزام من وزير أو التزام من زعيم سياسي أو التزام من مدير. يعني يمكننا أن ناس تساءل. لأننا المخرجة ناس يقولوا. واه أطلب هذا التزام من جلالة الملك. هذا رئيس الدولة. هذا ملك البلاد. هذا أمير المؤمنين. هذا رجل التزام في الصحراء. وهو التزام مرتبط بتحدي للعالم. فبالتالي لا يمكن إلا أن يكون أعلى التزام شاهدات الدولة في العقود الأخيرة. فإذا نحن أمام الالتزام لا يمكن إلا أن نقوم بواجبنا. شنية الأمور اللي نقوم بها. أولا يعني كما قلت لكم غدار مديريات مركزية يعني مديريات متخصصة. يعني مديريات على مسوى ووزارة. على وزارة تجهيز. ولكن لمواكبة هذا البرامج. بمعنى عدنا المديريات الإقليمية والجهوية. أتفاق تقوم بالأعمال الإعتيادية التي تقوم بها من سبيانة ولكن المشروع ديال الطريق والمشروع ديال الميناء لا بد أن يكون هناك مديرية لكل مشروع. مديرية خاصة به. هذا شيء سبق جربناه. جربناه ولكن الآن أكده عليه. مثلا الميناء ديال الأسفي درنا له مديرية خاصة به. ما تقوم إلا بهذاك الميناء. مع العلم أنك مديرية أخرى ديال الموانئ لها في الوزارة. أيضا درنا مديريات لمشاريع أخرى. فأنا ومع الإخوان ديال الوزارة المالية وديال الوظيفة العمومية. إحنا موافقين لكي يكون مشروعه كي يتجاوز أربعة ديالة لملاير يعني لا بدك نديره لوحد الهيئة عندها كافة صلاحيات كي يدر المدير ما يديره إلا الخدمة دياله فإذا هذا الالتزام الأول الالتزام الثاني هو أن نقوي وهذا الأقاليم لهنا يا إحنا أمامنا يعني طرفائية نديره فيها مديرية يعني نشوفو التوزيع البشري اللي موجود اليوم باش يمكن يكون لمواكبة هذه المشاريع المسألة الثالثة هو المتابعة وفق واحد نموذج ديال المتابعة للمشاريع متابعة ما معنى المتابعة أن نقدروا حطاب لدبور يعني مع مكتب دراسة اللي غادي يكون معنا اللي غاي خلينا يبقى يقول لنا واشحنا غادين في ليه في الخط المستقيم الذي رسمي له من خلال الخطاب جلالة الملك ومن خلال الاتزامات اللي قمنا بها يعني مكتب يعني يستلح عليه بمكتب طر إرشاد بيمو اللي غادي يتبع معنا هاتشي باش نشوفوه كل شهر ولا كل شهر فين كان تقدموه على مستوى إنجاز هذه المشاريع الأمر الآخر وهذا الشيء الجيد هو أنه أنه واحد العدد طيب هي مشاريع كتلاحظوا الكلفة ديالها عالية جدا غادينطلقوا مع جميع المتضخلين أشني الأنشطة المرافقة لهذه المشاريع طيب خلينا نقول لك لما كنقول طريق من تزنيت إلى الداخلة هو الطريق الناس يتحدثون على الطريق وكان الطريق وحدها كما تمت الإشارة في الكلمة التي قدمتها من صاحب الجلالة تحتاج على طول هذا الطريق محطات لوجيستيكية للبضائع المسافرين هذه سنفتحوها للقطاع العام وللقطاع الخاص كل مئة كيلومتر لا بد يلقون الناس وكل خمسين نحن نشوفه على حساب حركية التنقل لا بد يلقون الناس فين يقلسوه الشاحنة فين يرتاحوه يلقون جميع المرافق يمكن يكون قاعد دي دي بود ستوكاج اللي يمكنهم يكون المسافرين فكيولي لابغي الدول كنقدموا مشروع متكامل هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي تكلمنا على الميناء دي للضخلة ما الذي نتكلم عن الميناء دي للضخلة هي الفلسفة الموانئ اللي يولد جديدة كندير خلفها منطقة صناعية واللوجيستيكية ويمكن أن تكون حرة لأنه يمكن أيضا هذا الميناء كيساهم في تطوير اللوجيستيك والصناعة واللوجيستيك والصناعة أيضا كيساهم في فاعلية هذا الميناء لما كنتكلم عن النقل الجوي الذي تكلم عنه صاحب الجلالة طيب سنجعله من الضخلة يعني منافس بين قوسين في النقل الدولي للضربضة هذا هو القرار لإخذ صاحب جلاله وجاء في الخطاب بمعنى أن إخواننا الأفارقة بل حتى أصدقائنا ولا زائرين على مستوى الأوروبا لما يبغي ما بين أوروبا وإفريقيا ليس بالضورة ملزم أن يمروا فقط عن الضربضة يمكنهم يمروا عن طريق الضخلة ولكن هل غندروا فقط ندروا الخط إلى الضخرة وانتهى الموضوع لابد يكون فيه أسواق ممتازة لابد يكون فيه تطوير للسياحة لابد يكون فيه خدمات صحية أو خدمات ديال التعليم بش يولي فعلا وحد القطب قد يصل إلى منافسة الضربضة يجب أن نكون طموحين مناسبة حتى بعض المدن العالمية التي تستقطب فإذن بمعنى آخر أنه بالإضافة لهذه المشاريع اللي عنده بعد ديال التنموي لابد أن يتطوير خدمات وأنشطة ترافق ذلك وقس على ذلك كما قلنا الأمور الأخرى التي يمكن أن نفصل فيها يعني هذا تصورك لتنزيل المخطط كما أقولك دائما نحن ما زال خطوة بخطوة وتبدو الأمور جيدة وأمن كبير في أن تتحقق الأمور هذه أنا دائما هذه القضية نريد أن نجاوب عليها لأنه فعلا حق لك وحق لأي مواطن أن يتساءل هل ستكون الحكومة والفاعلون في مستوى خطب جلسة الملكة هذا تساءل لك بعض المشاريع تتأخر بعض المشاريع يعني فخلينا نقول لك بأنه الإصرار والعزم والتحدي حاصل خلينا نقول لك رأي كلمة القاطعة لها معنى التي أشار إلى خطب جلسة الملك كلمة الالتزام والوفاء بالعهد لا هم معنى عن جلالة الملك لكن هل لها نسأل معنى عند الحكومة وعند المسؤولين لا الحكومة ليس في المستوى بشي بحلها إلى الوزير اللي أمامكم ليس في المستوى بشي بحلو يمكن تعطروا شي شوية الكمل ولله يمكن تعطروا شي شوية يمكن ديروا غلط هنا ولكن تكلم انتقاد أو قول بأن الحكومة والمسؤولون لا يسايرون الدينامية والسرعة التي يتحرك بها ويشغل بها عاهل البلاد هو عاهل البلاد هو جلالة الملك لا يمكن أن يكون أي أحد في مستوى خلينا نتكلم ولكن رأي جلالة الملك هذاك عاهل البلاد هذا رمزي البلاد وإذا كان لك لا يشغل بشكل يوم فالوزير يجب أن يشغل أكثر خلينا نقول لك بمعنى عاهل البلاد يعني عنده هذا التصور الستراتيجي هو ينظر إلى الدولة الآن ولكن ينظر إلى الأفاق الرحبة المستقبل يعني أفاق رحبة أمامنا عقود وأمامنا قرون إن شاء الله الله سبحانه وتعالى دائما نقول أنا بأنه نحن أمام معادلة خلينا الأحزاب السياسية والفاعل الإداري والتقنية هو زمن قصير مقارة مع الزمن البعيد دي المغرب ودي الدولة العلوية الدولة العلوية ولذلك المدى لكي نظر له جلالة الملك هو مدى بعيد جدا فنتمنى ونحن في هذه الفترة التي نقضيها هذه الخمس سنة وعشر سنوات نكون في المستوى هذه النظرة الستراتيجية وهذه المخططات فكان ديره جهدنا وكان أعتقد يمكننا ننجح وعدنا تجريبة سابقا يعني التزمنا في وحد العدد دي المشاريع عموما الحمد لله غدا على أحسن ما يران هناك إصلاحات خلينا نتكلم معك ميناء طرفاية اللي غدا يسالي إن شاء الله قريبا تأخرها بضعة شهور غدا يسالي هذا الاستثمار دي 600 مليون دي لدرها وغدا يسالي قريبا كين وحد عدد الاستثمارات في الموانئ كين عدد واحد استثمارات على مستوى الطرقات كين عدد دي الاستثمارات على مستوى المطارات الآن سندخلون لمرحلة استثمارات على مستوى المناطق اللوجيستيكية فأنا كنت أعتقد بأنه أنا متفائل جدا بأن النخبة الإدارية الموجودة ومعها النخبة السياسية اللي في الحكومة وكان أعتقد النخبة المنتخبة على مستوى الجهات كان نظن يعني أنهم قادرين إن شاء الله يشتغلوا باش يكونوا في المستوى دياله الطموح ديالجالة المليك والطموح ديالبلادنا والطموح ديالصحراء المغربية انتدابة المواطنين كما قلت لك هي كبيرة جدا ومن حسن حظنا أن المواطن أصبح ملحا وصبح مراقبا ويكون كبير يعني توقع أنك لما تبدأ الأشغال ستجد مواكبة يومية على الفيسبوك بقدر ما يحرجنا لأنه كيف يفرض علينا تحدي بقدر ما يسجدنا أفصل معك الآن في مشاريع مرتبطة بوزارتك بشكل مباشر كما ذكرها الملك في الخطاب بشكل مباشر تحدث عن البنيات التحتية وتقوية الشبكة الطرقية وأعلنها عن طريق تزنيت الداخل طريق الحلم طريق مزدوجة أنه عبر سنوات مضت حتى وصل وقت معين أصبحنا هنا في الأقل الجنوبي نقول محال مستحيل تكون طريق صيام مستحيل يكون إصلاح لهذا الطريق كلفة المالية وزحف أريمان يعني مشاكل هكا حتى سلم الأمر أو سلم الناس بالأمر كما هو اليوم الآن هذا المشروع الحلم الذي سيجعل المسافة بين الدخل وطنجة قريبة جدا مسألة ساعات قليلة الطريق اليوم اللي ممكن بالسيارة دون توقف تأخذ منك ما لا يقل على ثلاثين ساعة من السفر ممكن تخفيضها الأقل من عشرين ساعة وبسلامة في الطريق لكن هنا التساؤل يأتي طريق تزنيت العيون العيون الداخل كيف ستكون الآن مشاهدين يشوفونا ويتبعوك سي الوزير أنا نتكلم معهم بلغة بسيطة الناس اللي يمشوف هالطريق سواء سائقي الشاحنات ولا المهانيين ديال النقل ولا حتى المواطنين والتجار يعرفوا هالطريق بشكل جيد كيتسنون منك سي الوزير تقول لهم هالطريق من بعد خمس سنوات كيف أشغلتكم أنا لست محترين نبغي نأخذ شوية ديالوقت لما تحملت المسؤولية في 2012 طبعا تحال إخواننا صحراويون بصفتين عامة النخبة بصفتين خاصة والمنتخبون بأخصص الخصوصين صحة التعبير كانوا دائما يطرحون يعني ما ننصيب هذه المناطق من المشاريع المهيكية ونا كنت دائما متفائل سنقول لا بودا غادي جلو قديلها من كان يظن كما قلت الشمال والريف والشرق من كان يظن تلك المشاريع الضخمة من كان يظن مشاريع الآن على مستوى وسط البلد فأنا كنت دائما متفائل بأننا سأجي وقتها ولكن هذا الوقت كان مرتبط بتوفر جميع الشرط وأعتقد كما قلت سابقا أن الشرط الآن متوفرة فكان الجواب هو أنه خلينا ندير بعض الترتيبات مرحلية باش نوفروا إمكانية النقل واللوجيستيك لإخواننا في الأقديم الجنوبي شو القرار اللي خذينا خذينا أولا توسيع المواني خذينا إصلاح مقاطع مهمة يعني من الطرقات يمكنني نقول لك حجم الاستثمار اللي الدار على مستوى ثلاثة دي الجهة جوجة المليار ومئة مليون دي الدرهم في هذه الخمس سنوات أخيرة من توسيع الطرقات يعني ومن معالجة بعض فقلنا لا بدنا نمشي وبعدها نقوموا بالدور دينا جوجة المليار في هذه الخمس سنوات ووظفنا وحد القرار اللي اعتبرناه استراتيجي كنا الإخوان دينا في الجنوب ما عندهم مش سكة وما عندهم مش طريق سريع أو طريق سيار فاشنية الوسيلة التنقل اللي ممكن تكون بديلة فمرحلية ريتما يتطلق هذا المشروع فلقينا النقل الجوي فاخضينا قرار في 2012 مع الوكالة دي الجنوب من المية الجنوب ومع الجهات أننا نخفضه الأتمينة بخمسين في المية واخضينا قرار أننا نزيده في عدد دي الرحالات ولذلك يمكننا نقول لك اليوم بالطيارة ما تشكى تلقى البلاصة دي لك الحمد لله مليدر ناجي ساهمت فيه الوزارة يعني الحكومة من خلال وزارة الجهيز ساهمت فيها الوكالة ساهمت فيها الجهات واليوم يعني عدد الرحالات كبير جداً تجاه الضخلة عدد الرحالات في تجاه العيون عدد الرحالات في تجاه سأعود معك سيدنا للطيارات أنا أريدك تفصل معي في أكثر أنا أريدك غير أجعل للطريق لا خليني نضح بأنه ببقيناش كنتظره فقدرناه وحد العدد للالتزامات فقدرناه طريق سريع سريع قتلها بضعة يعني أسابيع ونسليوها طريق سريع أو مزدوج طريق سريع ومزدوج ما كيسمناه طريق دائماً كان جمعنا بين طريق سريع ومزدوج هو نفس طريق مزدوج 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 فلكنه سريع سريع لش لأنه ما فيش قترة لانقطاعات وإن كان أنا كنحاول نعلج واحد القاضية فيما كان قربون شي دوار كيطلبوا لنا وحد رومبوة وحد المضاء فهذا كون ممكن يخليش السرعة ولكن كيذير الأمن فإذا بعد أحيان تخصك واش بغيتي الأمن والسلامة ولا بغيتي السرعة فتيخصنا ممكن تعمل القناة فأنا من تزنيت إلى الداخلة قرر صاحب الجللة أن يكون طريق سريع طريق سريع في مرحلته الأولى أنه غد يكون إن شاء الله بحل طريق سيار من تزنيت إلى العين بمعنى مزدوج لكن يعني مثلا نقوله احنا مزدوج فالسيار بمعنى بالأداء هذا مزدوج ما سيكون بدون أداء طبعا نفكره في المستقبل مع الجهات في قضية الصيانة في قضية إلى غير ذلك ثم سنكمله بطريق سريع ما بين العين إلى الداخلة يعني طريق بمواصفة دولية هذه المواصفة مثل كما قلنا البحث بمعنى أنه في خمس سنوات تغندره من تزنيت إلى الداخلة من تزنيت إلى العين مزدوج ومن العين إلى الداخلة سيكون يعني تسعة متر بمواصفة دولية فانتظر أيضا أعطينا أن نوفروا الاعتمادات يعني تزنيت العين مزدوج العين الداخلة طريق واحد ولا كي بمواصفة دولية تسعادية الأمطر علاش لأن هذا البرنامج الذي قدمنا ديال خمس سنوات البرنامج هل يمكنش منه الآن طريق مزدوج العين داخل البرنامج الذي تقدم أمام سيدنا ديال عشر سنوات بمعنى بعد ذلك سنطلقوا هذا العمل بعد ذلك ان شاء الله سننجد الدراسة لكي نديره مزدوج بين العيون والدخلة لكي نكونه ضمن البرنامج العقل. وماذا سيكون ما سيكون هذا الطريق الذي يكون الآن بين العيون والداخلة لما يأتي طريق المزدوج بين العيون والداخلة؟ لا هو نزاد عليه طريق آخر. يعني ما يضعش الاستثمار. لا ما يضعش الاستثمار. الحمد لله الاستثمار التي نديرها على أساس أنه كل مرة نكمله مقطع. فالتزام ماذا هو أنه في عشر سنوات سنقوم بما يجب أن نقوم به. ولكن في خمس سنوات هي مستعجلة. لنشكلمنا على الخمس سنوات مستعجلة لأنها مستعجلة. سنقوم نديره الطريق المزدوج إلى العيون ثم نوسع الطريق إلى البخل. عندي مسألة تقنية. جودة هذا الطريق على مستوى التزفيد أيضا. لأنه طريق تعريف كبير للشحينات والعربات الكبرى. والطموح الآن هي محطة لوجيستيكية بين أوروبا المغرب وإفريقية. يعني الواترة ترتفع أكثر وحتى اللي ما كانش كيف ما قلت في الأول عنده القدرة أنه يجي للجنوب. غريز عمليه. لأنه عنده طريق صيح. سماكة هاد الطريق شنو هي. واش غريت تتحمل العدد الكبير ديال الشاحنات اللي يكونوا فيها والكيران والسيارات. ما اللي كانوا يحده إنجاز واحد طريق. كان ناخده بعيد الاعتبار واحد العداد ديال الظروف. كان ناخده بعيد الاعتبار حجم التنقل. شحال العربة. كان ناخده بعيد الاعتبار نوعية التنقل. واش كيدوره فقط سيارة الخفيفة أم سيارة يعني العربة التقيلة. واش حال النسبة ديالها. وهذا أكيد انه غريت يكون بالدرجة الأولى الخفيفة. ولكن نظر التبذل التجاري. كان ناخده بعيد الاعتبار لجيو تيكنيك. واش نحن نديد في الجبل ولا نديد في ترك التغيير. ولا نديد في منطقة فيها فيضانات. ولا نديد فيها الترمول. يؤخذوا بعيد الاعتبار. ثم يؤخذوا بعيد الاعتبار. ديمومة دياله الطريق. الاستثمار لا يمكن أن يكون لعشر سنوات. هذا الاستثمار سيراعي كل هذه الظروف. وبالتالي سيكون إن شاء الله بجودة عالية جدا. خطاب جلس الملك قال بمعاير دولية إن شاء الله بجودة عالية. نكون من دون جمع. جودة عالية. إضافة إلى هذا الشيء. سننضرسوا الجانب الأمني والسلامة. سنكون صراحة. ونأتوجه إلى الرأي العام والإخوان دينا المستعملين. لما يكون طريق مثل هذا هو طويل. لأنهما بين العيون الضخرة. كنتكلموا على 500 كيلومتر. كنتكلموا على أنت غادي مئتين كيلومتر ما تلقى له. أنت في الصحراء. فالسائق كي يغفل. كي يكون غادي 80 حتى كي يقول لي تيل قراسو غادي 120 وأحيان غادي 160 سائق. فأهم التحديات المطروحة الآن. جوجة لتحديات كبرى هو كيفاش نديرو هالطريق ونتحكموا في الجودة دياله. هل تكون السرعة مسموح بها دائما في المتحدة؟ لا. فكتفوتش مياه. وكين مقاطع اللي غا نقول وقت. فنظرا لأنه موجود في الصحراء فكما قلت لكم الإنسان كي يغفل. فحنكونوا مضطرين ديال وسائل ديال التنبيه. ولا أخفيك. لا أخفيك. أنا من المقتنعين كنحاول أن نقنع التقنية اللي معي في الوزارة. أنه جميع اللي غا يدخل مستقبلا من سيارة ومن شاحنة يكون فيها منبه من النوم. كيف ما كان. أي سيارة جديدة. لأنه نقول لك حتى اللي كي يخذ مننا الرباط لطنجة طريق. يعني كتلقاه كي يدخل للطروت أحيانا كي يغفل. لأنه ما لغل بالطروت. فأنا كنا أعتقد أحد أسباب حواديث سير. بإضافة لأسباب الأخرى هو أنه الناس كتقع هذك السهو في هذه اللحظة وأنتم تعرفون بأن حواديث سير فبالتالي أنا كنا أعتقد لابد أننا سنشوفه الآن. بالإضافة إطلاق لهذا المشروع سنجد دراسة شنو المنبه للصائق اللي سيكون على طول هذه المسافة باش يؤدي الغاية دياني إن شاء الله. طيب سرعاً لا يكون مسموح بها في هالطريق سيارة بين العيون تيزنيت. هل هي 100 كم في الساعة؟ 100 كم في الساعة. يعني ليس طريق سيارة؟ لا هو هو يمكننا نقرر نديره 120 في الساعة. لا يمكننا نقرر نديره 120 في الساعة. لا هذا هو طيب هل سنجد أن أصل معك للسؤال كان دراسات متعددة كان دراسة لوجيستيكية كان دراسة تكون حول أمن والسلامة كان دراسة حول أشنية الأنشطة الاقتصادية اللي ستكون مرافقة لهذا المشروع. أنا أسألك هذا لأنه بغيت نوصل للمسألة تانية. هل في المشروع أخذتم بعين الاعتبار مثلاً مسألة مراقبة السرعة وهل سيتم تتبيت رادارات طبعاً لمراقبة السرعة في هذا الخط من تيزنيت. طبعاً الصفقة بل أن 400 رادار في الشركة الآن معروفة اللي ستكون تبتوها إن شاء الله ابتداء من جوفيير يعني في كافة التراب الوطني وخاصة في هالطريقة الوطنية وخاصة في المناطق اللي هي نسميها السوداء. ويكونوا خدامين لحال رادارات المدين لا لا يكونوا إن شاء الله خدامين لا تعد رادارات القديمة صلحنا الأغلبية دي لها وراهم خدامين ورا بدك يوصل الناس بدك يوصلهم يعني المخالفات وراه لدخلتي الاندر راح في الانترنت إذا دخلتي في الانترنت إذا دخلتي في وسائل ستدير الرقم دير السيارة دي لك سيخرج لك المخالف نريد أن تخل نشوف نشوف كم مخالفة نرجع معك للطيران هناك عمل كبير أنجز على مسوى طيران وخط مثلا الدار البيضاء لعيون بكلفة معقولة جدا يعني دهابوا إياه تقريبا 1500 درهم رحلة دهاب عادي 750 درهم في الكار تقريبا 750 درهم لا يوجد فرق كثير ولكن ما زال طموحنا أكبر ما هو طموح نجعل الأقاليم الجنوبية أكسيسيب الماكسيموم للناس الشمال والناس الجنوب يمشون الشمال ماكسيموم اليوم كم تخفيض بـ 50% واش ممكن اليوم أن تكلفة طيران يتم تدعيمها زيادة ويصبح تكلفتها أقل مثلا رحلة العيون دار البيضاء توصل 500 درهم وزيادة حتى عدد رحلات لأنه تكلمت اليوم الطيران مالي اليوم لو شفت الخطوط المغربية أدقى أسبوع كامل مالي ذهابا وإياب الدار البيضاء واش ممكن نتصوروا رحلات مسائية ورحلات صباحية حتى الناس من العيون يقضوا أغراضهم ويرجعوا في المساء ونفس الشيء نريد أن نجلبوا استثمارات العيون ممكن تجار أو المستثمرين يأتيوا في الصباح العيون ويرجعوا في المساء لدار البيضاء أنا كان أعتقد أولا هذه مبادرة أولى بدناها في 2012 بداية الإنجاز 2013 يعني كانت اتفاقية ثلاث سنوات مهم جددنا الاتفاقية هذه المبادرة سنضعها أمام تقييم أنظار جميع المتدخلين وفي المقابل طلقنا دراسة أخرى لساليناها تقريبا اللي كان قولوا أشنوى نوعية النقل الجوي الضاخلي اللي كي يستهلوا المغربة ويكون كيفما قلت يعني واش بالضرورة الجميع خليني نطول شي شوية فهذا القضية باش توضح لي الرأي العام واش بالضرورة الجميع يدوز على الضربدة واش مممكنش يدوزوا على مراكش واش ممكنش يدوزوا على فاس واش ممكنش يدوزوا على الرباط واش بالضرورة ديالطانجة يمشي حتى للضربدة ومن الضربدة عادي يكملوا واش ممكنش نديروا من طانجة العيون واش ممكنش نديروا من طانجة الأقادير واش ممكن نديروا مثلا من وجدال مراكش واحد دراسة كبيرة اللي قربنا نسألها اسمينها يعني المخطط دي التنقل الوطني فإذا هذه النقطة النقطة الثانية نوعية الخدمة اللي غنقدمه حسب كل خط نوعية الخدمة نوعية الطائرة وشحال دي الفريقونس وشحال كل فديلها وشحالك ندير هذا شيء مع الشركة الوطنية اللي هي لرام ثم المسألة الأخرى شحال كل فديل هذا شيء أنا عندي اليقين وهذه قناعتي وحتى سيد رئيس الحكومة مقتنع وحتى وزارة المالية أنه النقل الجوي الضاخل لابد أن يدعم لأنه خلينها بالكلفة دياله ونرجع لسؤال ديالكم طبعا الحال لا رام مستعدة ما تربحش وكن يمكنش تخسر توحد ما غير قبل بأن لا رام أنه يمكنها تخسر على الأقل تخلص بعدها في الكلفة ديال الرحلة فإذن لذلك مشينا في الاتجاه على أنه نموله 50% إلى بدأ وقعة تطور وجاء الستمارات وجاء السياحة والتجارة تحركات 50% اللي كتمولوا اليوم من تمن اللي كانت في البيع أو من تكلفة من تكلفة بدون هامي شرح أنه شركة لارام يمكن نقولك هذا شيء قليل جدا ونهار اللي اكتشفت بأن هذا شيء اللي كان أعطيه كتر من خصصات تخذ رجعت لنا بعض الملايين ديالدراهيم فإذن الهدف منه هو أن يكون نقل جوي الضاخلي غير مكلف بالنسبة لشركة لارام ولكنه مساهم في الحركية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لماذا؟ المعلم ولا الأستاذ ولا الطبيب ولا المهندس اللي كان يمشي الزاقورة ولا يمشي لعيون كي يقدر يزور أي مرة في لعاب العائلة دياله ولا يمكن يفكر يزور جهة مرات وثلاثة مرات نفس القادية بالنسبة للفاعل الاقتصادي وحتى الفاعل التقافي والفاعل الجمعوي فإحنا الآن من هذه الحركية سوف نقلس مع وزارة السياحة هذا والتصور سوف نقلس مع المنتخبين على مستوى الجهات سوف نقلس مع الفاعل الاقتصاديين سوف نقول لهم يا ودي أشني المقاربة اللي بغيته وش حلقة دي نسهمه ومستعدين هذه الساعة إذا كان هناك من يريد أن يساهم لأنه الهدف في نهاية المطاف كما قلت لكم هو التوازن المالي للشركة ولكن الهدف هو هذا الحركي لكننا بغي نقول واحد الكلمة وستكون اسمحوا لي يا إخوان دينا في المناطق الجنوبية قد الاستثمارات في النقل اللوجيستيك التي أشار إليها خطاب جلالة الماليك وقدمت يعني في البرنامج رقصنا نحتاطو واحدة احتياط كبير جدا راهي لما نشتغن كاملين وهذا الشيء علش الخطاب جلالة الماليك كان قويا عندما تحدث عن العامل البشري لما نضناش الفلوس اللي عند الأغنية استثمروها وجابوا معهم مستثمري من الخارج يجيبوا معهم مستثمري من الخارج أكيد الفاعلين الاقتصاديين في الجنوب عندهم أصدقائي ديالهم شركاء ديالهم في السبالماس في اسبانيا في إفريقيا في العالم إلا ما وقعش هذا شيء إلا ما حولناش العيون إلى بلاتفورم تجارية واقتصادية ضخلة بلاتفورم تجارية واقتصادية وسياحية ما حولناش أيضا نقلمين شون اللي غد يحصل أنه في نهاية المطافة الوسائل اللوجيستيكية وذي النقل غدا تعاون أقادير وغدا تعاون مراك شو تعاون الضرب بيضا مش نكونوا بوضوح لا يعني منطق هذا منطق يعني انت درتي درتي وحد شب لا درتي شب أنا أرجو كلامي بمعنى انت درتي وحد ثلاثة على مستوى التنقل واللوجيستيك هات ثلاثة من وإلى بين الجنوب والشمال من وإلى الأقاليم السحراوي فإلى أنا كفاعل اقتصادي أنا كفاعل جمعوي أنا كفاعل تقافي أنا كفاعل سياسي إلا ما كانش عندي حركية في العيون ونشاط في العيون ما عنديش حركية ونشاط في قلمين ما عنديش حركية ونشاط في بوجدور ما عنديش حركية ونشاط في بوجدور طبعا طبعا ونمشي الأقادير ونمشي المراك ونمشي الضرب ونمشي الفاس ونمشي الطنجة ونمشي العوالم أخرى ولذلك لاحظتم أنه بالإضافة لهذا الشيء كي ينهد المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تخص تقع أهل صحراء هم أهل تجارة ولو وجدوا المنخ المناسب اليوم يمكن اللوجيستيك والنقل يلعبوا دورا كبيرا في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي التواصل أنا أعتقد حان الوقت أن نكتر من الاستثمارات في هذه الأقل النقل البحري قبل أن نتكلم عن ميناء الداخل قلت أنه ميناء طرفاية قريب يوجد هو ميناء طرفاية هو البرنامج اللي أعلننا عليه هو انتهى ولكن مش نضفنا له واحد الجزء لقنا بأنه مهم جدا باش تضفناه سنساله إن شاء الله في مارس عدنا الطالبات إلى الآن من شركة بحرية لربط جزور الكاناري بطرفاية كان هناك خط بحري بين طرفاية ولاس بالماس لاس بالماس نقطة سياحية والأقل من الجنوبية تتطلع لي تكون نقطة سياحية وكلفة النقل البحري أقل من الطيران الجالية المغربية في لاس بالماس وجزور الكاناري تنتظر هذا الخط البحري ومتدمر أصلا من توقفه متى ينطلق الخط البحري طرفاية لاس بالماس أولاً يمكنني نقول لك أنساليو في مارس أنا سبق لي زرت جزور الكاناري رتقت مع رئيس الحكومة هناك وكانت زيارة وتم الاتفاق على أن أطلقنا مع شركة البحرية اللي هم جاهزين لكن خلينا نقول لك البعد ديالو بالإضافة إلى الجالية المغربية وإلى المغاربة اللي بغي يحتاجوا هذا الخط وإلى العمل التجاري اللي غيمكن يكون بين الطرفين اليوم كنت حتو على 12 مليون سائح موجودين في جزور الكاناري لما زرت جزور الكاناري وأكيد الأخ سيحداد أيضاً قام بذلك قالوا يودي إحنا كنفكروا باش الباكيج ديالنا السياحي نضيفوا لي واحد يومي لو ثلاثي يام في المغرب باش منقوش نتكلموا فقع عشرة المليون 12 مليون هذه تقريباً مدة بغينا نزيده فبغينا ننوع الباكيج ولقينا بأن أحسن تنوع هو أن تكون عندنا يعني السياحة على مستوى الأقاليم ديالجنوب من أقادير إلى الداخل بمعنى آخر أنه إلى السطح ننجي وعش رافي المياه فقط عش رافي المياه من هذو 12 مليون اللي كيجيوا يدوزوا عندنا يوم من ثلثي تصور معي ماذا سيقع من حركيا وهذا هو المطلوب الآن شنو نوع الاستثمار السياحي إلا كنا غنضيروا بحل موجود في جزور الكاناري لا داعي لأنه عندهم طبعا لأنه وطاكيج إلا كنت تغذر بحل اللي عندهم لا داعي أنا في تقديري الوحات ديالنا السياحية الفن والثقافة ديالنا الموجودة الأكل البيو اللي كي يحتاجوا أيضا السائح الراحة إلى غير ذلك فأنا كان أعتقد كين دينيش توريستيك اللي يمكن أن نطوره ولكن أعتقد هذا شيء مهم عمليا وقتنا انتهى سيد الوزير وكي عندي جوش الأسئلة السريعة لن أسألك على القطار والسكة الحديدية سأكون أكثر طمعا وأتسأل معك تيجيفي القطار فائق السرعة اللي كي تجهز اليوم بش يكون العام المقبل بين طنجة والداربيدار وبعدها المراكش متى يمكن أن يصل إلى العيون والداخل أنا وش ممكن لا يعني أنا شوف المغرب المغربي لا أخذتي المغرب هذه قرن ماشي هو المغرب دي اليوم أخذتي المغرب دي خمسين سنة أو أكثر من كتر من الحسنة لا لا خلينا نكمل لا ما عنسيش ماشي هو المغرب المغرب أيضا هذه عشر سنوات ماشي المغرب دي اليوم تابب ممكن أن نسده لا يقنطوا من رحمة الله إلى القوم الكافرون يعني ماشي تابب والمغرب أرغم كل الإمكانيات قلتها وأكررها هناك نبوغ مغربي وبركة يعني أرغم كل الإمكانيات مقارنة مع يعني أكثر من دولة يعني كنا نعتقد بأن الحمد لله المغربة قادرين على التحدي لكن خلنا نكون صراحة المطلب اليوم هو توسيع الشبكة السكاكية أش من نوع دي القطار هذا مرحلة ثانية توسيع الشبكة السكاكية توشيع السبكة السكاكية اليوم عدنا ألفين كيلومتر بعد خمسين سنة عدنا ألفين كيلومتر المغرب لن يقبل لم يقعوا خمسين سنة بس يزيدوا ألفين كيلومتر أخرى لن يقبل لأنه كانت الضرف طبعا المغرب الصاعد المغرب المغرب الذي يريد جلالة الملك لا يمكن إلا أن يكون باستثمارات اقتصادية ولكن أيضا باستثمارات البنية التحتية وسائد النقل اللوجيستيك ولذلك الآن كانوا يوجدوا هذه الدراسة باش نمشيوا للوسط بني ملال ومجاورها نمشيوا أيضا لمزيد تطوير الشرق نمشيوا إلى الجنوب دراسات ممكن أن نقول لك حسب تقديرات تقديرات اللي كانت تكلموا عليها في عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة المقبلة السيكاك الحديدية اللي غدر كل خمس سنوات كانت تكلموا عليها ما يقارب مئتين مليار درهم هذه تقديرات أولية ليست نهائية مئتين مليار درهم لأنه شنور غالي اللي فيه مش هو التران اللي كتشري غالي فيه وسكا مليك بتاخد تجافي اللي غالي فيه بزيف تقريبا ستين فيمية ثلاثين فيمية هو هوسكا هو سكتدير من يدوز تران أما القيطار يمكن لك تشريه ويمكن لك تدخل في تنافس يعني تخلق تنافس بين الشركات اللي كتخلق القيطار فأنا كان أعتقد المخطط اللي كانو وجده إن شاء الله توجه ديال وغي يحسن في تجاه الشرق وغي يحسن في تجاه الوسط وغي يحسن إن شاء الله في تجاه الجنوب ندروا الدراسات نحجزوا لكل وار يعني المصار اللي غي يزمنه القيطار نطلقوا دراسات ديال أشنوة نوعية التمويل يعني لهذا كما أشرت دائما أنه ممكن يكون في القطع الخاص بشاركة مع الدولة ويمكن ندخل حتى الجهات أيضا في المساهمة ولذلك لا يمكن أن أتحدثها عن أي أفق زمني إنما أتحدث عن الاستعداد من حيث دراسات وحجز لكل وار تطوير شركة سيكاكية إن شاء الله طيب لأنهي معك سيدي الوزي سأكون متفائل جدا لكن في الأمر أيضا ممكن جدا تحدثت عن أنه يجب أن نتطلع لجعل العيون والداخل منافسة للدار البيضاء مثلا في الأمس القريب كان هذا الحديث عن طنجة مثلا كقوة اقتصادية اليوم طنجة فعلا تقترب من منافسة الدار البيضاء وقد تتجاوزها محور قنيطرة أرباط أيضا محور السعيدية السياحي ينافس اليوم أقادير ومراكش وهو الأمر الذي لم يكن في الأمس القريب ما هي حضود الأقاليم الجنوبية اليوم لتنافس في مختلف المجالات الجهات المغربية الأخرى والمدن أرائدة وهنا سأذهب معك إلى نقطة دقيقة جدا وأستغلت واجدك لأنك وزير لتجهيز والنقل واللوجيستيك وهذا يدخل في إطار تخصصك في أكثر من مجال لو افترضنا أنك بقيت في هذا الوزارة لحكومة مقبلة وبعدها وحتى بعدها مثلا إلى 2030 أو كنت في مسؤولية إذارية معينة في إطار هذا التفاؤل أقول لك تعرف أنه كأس العالم للمنتخبات هي اليوم بالتناوب بين القارات 2018 في روسيا بأوروبا 2022 في قطر التي انطلقت في بناء بلدها هذه 15 سنة فقط 2026 كأس العالم ستعود لإفريقيا والمغرب المباشرة حقا موحد لتنظيم كأس العالم عزيز رباح مع الحكومة ومع الدولة المغربية هل نحن جاهزون لتأهيل مدينة العيون لتكون مدينة عالمية وتحتضن بعض من مباريات كأس العالم للمنتخبات في كرة القدم لما ننظم هذا المسابقة في 2026 أو حتى 2030 البنية التحتية هذه موجودة ونتحدث عنها طريق ربط الجوي ربما نحتاج هو بناء ملعب كبير مثل ملعب أغادير وطنجة ومراكش ووزارة التجهيزي التي أنجزت ملعب أذرار في أغادير سؤالي مباشر هل العيون لو احتضن المغرب كأس العالم ستكون قادرة ومؤهلة لإحتضان المسابقة العالمية أنا أرجو أن تعطيني بعض الوقت أولا أنا مقتنع بأن العيون مؤهلة باش يمكن لها تحتضن أي نشاط عالمي سواء كان رياضي وطقافي وسياسي إلى غير ذلك وأعتقد بك أنت واحد تجربة أن كرانس منطنا ليدرنا على مستوى الضخلة والآن غادي تنظم فيه الآلاف اللي يحضرون من المفكرين والنخبة تتحول المدن إلى مدن عالمية بامتياز جالة مالك تحدث عن النقل الجوي للضخلة ليس معزولا على هذه الفكرة المقصود بالنقل الجوي من الضخلة إلى إفريقيا ومن الضخلة إلى العوالم الأخرى إلى أوروبا المقصود منه أن تكون الضخلة واحدة بلاتفورم عالمية بسياحتها وتجارتها وخدمتها في التعليم وخدمتها في الصحة وهذا تحدي وأنا أعتقد بأن هذا التحدي يعني بشتولي الضخلة مدينة عالمية العيون تفرضوا نفسها كمدينة عالمية طبعا العيون وما أدرك ما العيون أنا كانت تصور بأنه وهذا رسالة إلى النخبة الاقتصادية بالخصوص وإلى أصحاب القراءة المستوى الجهوي أنه اليوم مطروح علينا السؤال ما المجالات التي خاصة بدعو فيها السياحة في أجادير اليوم تتراجع لماذا؟ بمعنى أنه السؤال مطروح أنه النموذج السياحي في أجادير يجب أن يعادى فيه النظر والمغرب ليس من مصلحته أن يعرف فقط بديستيناسيون واحدة يعني هي من ركش من مصلحة المغرب الآن وإلا تقع على ساتيراسيون أنا في تقديري أن المغرب له من المؤهلات بالشيء واللي عنده أكثر من ديستيناسيون منافسة بما بينها أجادير تحتاج الآن إلى تطوير وأيضا إلى مراجعات النموذج الاقتصادي وبالخصوص السياحي نفس القضية ما بغينا القلميم؟ ما هي المؤهلة دي القلميم؟ طيب ها هي البنية التحتية ها هي المرافق الاجتماعية لكن ما بغينا؟ فاش غدت تخصص القلميم؟ فاش غدت تخصص العيون؟ فاش غدت تخصص الضغلة؟ اللي هي كعواصم لا نتكلمش على الأخرين لا نتكلم على العواصل لا بد باش يمكن أنا مقتنع بأنه وارد جدا الحمد لله أمامنا الآن الوقت وارد جدا أن العيون تحتضن أنشطة رياضة خليني نقول إذا كان بالإمكان من الآن وزارة الرياضة والسياحة وزارة الداخلية مع الوزارة المعنية من الآن نقول في انتظار هذا كأس العالم من كرة القدم تعالوا نتحدث عن كؤوس أخرى نتحدثوا على البسكت نتحدثوا على الهون نتحدثوا على على أرياضة أخرى نتحدثوا على مسابقات من نوعين آخر ونعتقد هذا وارد جدا أنا من الأمور خليني هذا حوار مفتوح هل يمكن أن نفكر في الموسم الثقافي الصحراوي ليس فقط للمغرب للمغرب وموريطانيا ومالي وغيرها نستقبل فيه الشيوخ نستقبل فيه الفنانين نستقبل فيه الشعراء نستقبل فيه المبدعين نستقبل فيه الإنتاج المحل يمكن يكون لمدة أسبوع أيام في الضخلة وأيام في العيون أيام في قلميم وأن نلقوا فيه سبونسور ونجيبه جميع الفاعلين خلي وقع هذا شيء أنا كان أعتقد بأنه وارد أنه نلقوا وحد نشاط دولي نشاط دولي كبير جدا لممكن يكون عنده بعد سياحي تجاري تقافي إلى غير ذلك فبمعنى من الآن دوكن وجوده نفسها لأنه ممكن خلينا نتكلم من الآن ممكن نتقل من لا شيء إلى تنظيم كأس العالم خلينا نمر بمجراء المتطورة بمعنى كل سنة وكل سنتين هذا إن شاء الله لإخوان دينا على مستوى الجامعة وعلى مستوى يعني أنا كنقول بأنه لا شيء مستبعد من كان يظن بأنه كما قلت يكون عندنا هذا المرافق في أكثر من والعيون أنا في قريقة تستحق أن يكون عندها إن شاء الله مطر في المستوى الدخلة تستحق يكون عندنا في مطر مستوى ملعب أيضا يمكنه يحتضن يعني أنا ما كان ميلش ملعب دينا مئة آلف تمانين آلف خلينا نكون دينا 40 ألف أنا معهد ملع أنا كان أعتقد بأنها دواري جدا ويجي إن شاء الله في السياق دياله خليه يجي في السياق دياله تطوير الأنشطة الدولية سواء كانت تقافية أو سياحية أو رياضية أو حتى اقتصادية لما يمكن أن نفكر في معرض اقتصادي كبير وكبير جدا في العيون أو في الدخلة خلنا نفكر في معرض اقتصادي كبير يعني نشتغل عليه ولا أكيد أن النقل اللوجيستيك سيكون في خدمة هذه الأنشطة لا رام دائما مستعدة لدعم هذه الأنشطة من خلال الاحتضان الشركات التي تشتغل في النقل اللوجيستيك مستعدة شركات أخرى مستعدة لا يمكن إلا أن نكون سعداء إن شاء الله ما نحتاجه كما قال جلالة المايكو وكما تحدثنا المبادرات الخاصة عزيزة بباح أنت الوزير لكن أنت أيضا عمدة مدينة القنيطرة وش ممكن تخلق توأمة بين القنيطرة والعيون أو مدينة ثانية طبعا أنا قطرح علي ذلك وإن شاء الله سنرى مع الإخوانة العيون لدي الضخلة لكي يكون نوع من التعاون بين المدن نحن نبحث لأن عتوأمة تعاون مع المدن العالمية دعونا نخلقها بين المدن المغربية كنت سبق لي زورة الضخلة وقترحت أننا نوجد واحد المكان ساحة نسمي وساحة الضخلة نفس الأمر تكون في الضخلة ساحة للكنترا كنت سبق لي مع الرئيس البلدية أكتب نجاعة من الساحة خلي الإشارات حيث هذا بها شيء دائما أنا الشباب دينا طموحين يعني الأفق هو هذا ولكن كل مرة دعونا نبني نزق من هذا الطموح وتشجع القطاع الخاص عندك في المدينة يجي للأقلم أنا متأكد وأنا ممكن يقول لك أكثر من ذلك سابق لتحدث مع كثير من إخوان رجال الأعمال اللي موجودين على مستوى الجنوب أنهم يجيوا يكتشفوا الفرص لموجودة القونيترة مدام في تحت لي هذا المجال القونيترة الآن بدت مسير تهم كما بدتها طنجة في السابق لما أعلن جانب الملك على الميناء وأعلن على الاستثمارات في مجال صناعات وإن شاء الله كانت صناعات للأغذية العقار موجود فنعتقد جاهز تستقبل استثمارات من الجنوب للأقاديم السحراوية ولكن أيضا خلينا نقول لك بصدق حان الوقت باش إن شاء الله نشوفوا أشنيات ديناميكية الماركوتي اللي خسنا نديرو باش نجبدو استثمارات إن شاء الله القلمين والعيون والدخلة والجميع العواصم للأقاديم الجنوبية ونا سمننا خيبا و هذا يمكن يكون خلينا نقترح و أنا كنتكلم بقلبي و نقترح هو أنه يقدر انفوض الماركوتي دي الأقاديم السحراوية و يساهموا فيه الجهات كما وقع سابقا ووقع أمام جهة الملك في مراكش داروا واحد صندوق الماركوتي تسويق جهة مراكش كنأعتقد ممكن كل جهة تحط شي شوية و نديروا واحد لفون ديالتسويق و ديالترويج الماركوتي ديال هاد الأقاديم ولكن نوجدوا أشنية فرص ديالستمار أشنية البيلات اللي موجودة و ممكن الوزارات تكون شريكة فكرة جميلة و هي الأفكار موجودة و المقترحة موجودة عند الشباب ممكن أيضا نفكره في منتدى وطني سنوي لتنمية الأقالي من الجنوبية بالعوية نجاهزين نساهم فيه إن شاء الله لتنمية هذا الأقالي ديالآن بهذا المشاريع يجعلنا نقوم نجيوا باستمرار كنا نجيوا و نجيوا باستمرار ولكن إن شاء الله لما تدار هذه الأنشطة سنكون حاضرين فيها سوف نقف على خدمتك سوف نقف عليها إن شاء الله أكثر فأكثر لأن هذا التزام ملكي أمام شعبه أمام مواطن الصحراء والتزام أيضا أمام جهلة الملك من طرفنا وأمام شعبه شكرا جزيلا لك عزيز الرباح و وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك و أعناك الله في المحالة المقبلة في الأقالي من الجنوبية وباقي جهات المملكة من أجل تحسين معيش المواطن المغربي محببك معنا على قناة العيون الله جزيكم بخير والله يوفق ويجعل البلد دائما آمن إن شاء الله راقي وسعيد يا رب آمين بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الجديدة من العاصمة التي قدمناها لكم من هنا بسوديوهات قناة العيون بعاصمة الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية التي تدخل مرحلة جديدة بتحديات وأفق وطموحات كبيرة تقول لنا أن الغذى القريب سيكون أفضل لهذه المنطقة لكم تحيات كل فريق العمل هنا من العيون والطاقمة التقنية الذي شرك في إنجاز هذه الحلقة إلى أن نلتقي في موعد جديد من العاصمة هذا كريم حضر يحييكم أطيب المنا وإلى المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر